الزاوية هلا بحكي لي من الشكل المجاور وسمي الزاوية بثلاثة طرق الزاوية هاي بدي أسميها أسمي الزاوية بثلاثة طرق أول طريقة أول شغلة بنكتب رمز الزاوية ببلش بالضلع E H N هاي ثلاثة أحرف الطريقة الثانية برسم رأس الزاوية برسم رمز الزاوية وبحكي N H N H E بحفظ أنه أنا ال H لازم تكون بالمنتصف لأنها بتمثل رأس الزاوية شو بتمثل رأس الزاوية وهو كل من أنه دي هي عبارة عن عبارة عن أضلع أما التسمية الثالثة اللي هي برسميها بالرأس فقط واللي هي H رح أبلش بعد ما تعرفنا عن الزاوية وطريقة تسميتها رح أتعرف على أنواع الزاوية يامس في عندي أنواع الزاوية الزاوية القائمة شو هي الزاوية القائمة وكيف بدي أعرفها طبعا سواء كانت قائمة أو سواء كانت أي نوع من الأنواع نسميها بهذه الطرق الثلاثة إذن الزاوية القائمة الزاوية القائمة هي الزاوية التي تشكل إما مربع أو حرف L L بالإنجليزي يا أما بتشكل لك حرف L أو ممكن تشكل لك مربع خلينا نشوف كيف يعني مربع هذ هو المربع وين ما بتشوف هاي الإعلامة إعرف أن المستقيمين صنعوا زاوية قائمة إذن الشعاعين صنعوا زاوية قائمة انتبه معي يا رابع ومتى ما شفت هذا المربع الزهر هذا المربع يدلك على أن الزاوية قائمة على ماذا يدل؟ على أن الزاوية قائمة وانتبه معي كمان يا مس أنه أنا عندي هذا حرف L هيا اللي بلون فيه هاي حرف L إذن هاي الزاوية قائمة رح تأخذ يا مس في دروس الجاية إن شاء الله قياس الزاوية القائمة 90 درجة قياس الزاوية القائمة 90 درجة هاي بدك تحفظها إنه 90 درجة لزقياس الزاوية القائمة 90 درجة تسمية خلينا نسميها الزاوية A C B ممتاز طريقة ثانية B C A بحكس بي الأول C الثاني وهاي الأخيرة أو ممكن أسميها بالرأس C الزاوية C وحكينا هذا رمز الزاوية النوع الثاني يا ربع اللي هو الزاوية المستقيمة إذن إحنا أخذنا واحد الزاوية القائمة وحكينا إنها بتشكل مربع أو حرف L وقياسها 90 درجة وقياسها 90 درجة تمام يا رابع إذن النوع الثاني المستقيمة يعني مثلت خطا مستقيما إذن شو بتمثلي خطا مستقيما تمام تمثلي خطا مستقيما تتكون من زاويتين قائمتين إذن من خصائص الزاوية المستقيمة أنها بتشكل حتى أعرفها لازم يعطيني خط مستقيم إثنين بتشكل لي زاويتين قائمتين طب كم قياس الزاوية القائمة الواحدة 90 صح يا رابع زاق القائمة الثانية 90 إجمعني إياهم 90 زاق 90 فهي عبارة عن 180 إذن كم قياسها 180 درجة إذن الزاوية المستقيمة تشكل خطا مستقيما تتكون من زاويتين قائمتين الزاوية الواحدة 90 90 و90 180 درجة طب خلينا نشوف كيف بتشكل لي زاويتين هاي شكل الزاوية تتكون من زاويتين لو رسمت خط وهمي بين هذول الزاويتين أنا عندي هاي عبارة عن 90 وهاي عبارة عن 90 إذن 90 كاملة 180 في طريقة إني أميز الزاوية القائمة المستقيمة لإنها تشكل نصف دائرة شايفينها هايها نصف دائرة إذن هاي نصف دائرة واللي قبل شوي شو كانت القائمة حكينا مربع شو حكينا مربع إذن الزاوية المستقيمة خط مستقيم وتتكون من زاويتين قائمتين قياسها 180 وتعطيني نصف دائرة خليني نسميها الزاوية جي أف إي والزاوية إي أف جي والزاوية بالرأس لحالها اللي هي أف خلينا ناخد النوع الثالث من الزواية وهي الزاوية الحادة وهي الزاوية الحادة تفتح بمقدار أصغر من الزاوية القائمة أو قياسها أصغر من الزاوية القائمة إذن الزاوية الحادة يا رابع هي كقياسا أصغر من الزاوية القائمة أو ممكن نحكي عرف الزاوية الحادة قياسها أصغر